شنو المعدات أو الكاميرا الأنسب اللي تحتاجها للتصوير أثناء الرحلات العائلية أو التصوير أثناء السفر أو الترفل الفوتاغرافي طبعاً احنا دائماً بالمقدمة أول نقطة نهتم فيها هي البجت أو الميزانية ونحاول أنه نغطي أو نستخدم أبسط ما يتوفر لنا وأبسط شي هو جهازك الجوال أو تلفونك طبعاً كل اليوم يصور بالآيفون أو بأي جهاز كان نوعيته مواصفات الكاميرا عالية فيه جداً يصور 4K يصور تايم لابس يصور سلو موشن أيضاً يصور RAW فايل DNG فايل كل هذه بإمكانك أنه من خلال جوالك متوفر لا تنسى أنه أنت في رحلة عائلية تحتاج أنه شيء خفيف ما يضايقك في المعدات أو يكون أيضاً يعني فيه متناول القد أو بأي لحظة تصور فيه وتغطي كنوع من التغطية للسفرات العائلية أو غيرها هذا بالنسبة للسفرات العائلية إذا احتجت إذا شيء يعني أكثر يعني تقنية نستخدم أو عندنا أبشن ثاني وهو هو الجوبرو الجوبرو بإمكانك تصور فيها أيضاً تايم لابس تصور فيها 4K وأيضاً في قسم من عندها تصور سلو موشن تحت المي أيضاً تصور عمق 10 أمتار تقريباً هذا بالنسبة للرحلات أو التصوير العائلية أو السفرات العائلية والتغطية يعني السفرات بشكل عام حتى أثناء السفرات الخاصة بالترافل في التعقرافي طبعاً الأسعار هن متفاوتة المعروف أسعار الجوالات أو الهواتف سعر الجوبرو عندك من 200 إلى 500 أو 600 دولار تقريباً إذا حبينا شيء أعلى لفل عندك الكومباكت كاميرا أو الباورشوت هذه الكاميرا متوفر فيها كل شيء فلوب سكرين، تتش سكرين، تصور رو فايل، تصور تايم لابس ما تصور سلو موشن فل أج دي، عشرين ميجابيكسل يعني أيضاً تقنية الصوت فيها عالية جداً هذه تخدمنا أيضاً بتغطية الفيديو بالتصوير أيضاً، تصوير الفوتوغرافي أيضاً تعطيك رو فايل كرب سنسر، حجم السنسر واحد على واحد مو مثل دقة الفل فريم أو الدي اس الار، هذه مراليس كاميرا مو مجرد ما سحبتها، ما تحتاج أن تكون بروفشنال حتى تعرف التقنية مالتها، ممجرد تخليها على الأوتو أو حتى تصور في المانوال تيتس كرين، ساعدك جداً وسلس أيضاً في التصوير، هذه أنا أستخدمها عالياً في تغطية الفيديو أثناء إذا كنت تصوير الشارع كفلوغات أصور وأيضاً أستخدم الجوبرو في تغطية تصوير الشارع أيضاً إذا حبيت شيء بروفشنال، طبعاً هذه الباورشوت من كانون تقدر تستخدمها أثناء السفر، التروفل الفوتاغرافي، وتحصل على نتائج جيدة يعني هي الغاية أن المصور هو اللي يبدع، مو المعدات هي اللي تعطيه الصورة الجيدة نحن دائماً نبحث عن التقنية اللي يملكها المصور نفسه، وليس المعدات، هي مجرد أداة أنت تستخدمها بإمكانك تروح بها على أبعد مدى، وتطلع نتائج جميلة بالنسبة للتصوير الفوتاغرافي والفيديو أيضاً حبيت شيء بروفشنال، يكون خفيف، ويفيدك أيضاً في السفرات العالية والتروفل الفوتاغرافي إن تخذ بالحسبان أثناء السفر، ما تحتاج تاخذ معدات كثيرة، خصوصاً وإن كان معاك عائلة، معاك أطفال مجرد شمطة صغيرة، فيها باتري وشوية مموريات، وشارج، وذات سيت أما بالنسبة للDSLR، ولنزات، وتحتاج معدات أكثر، راح يكون فيها وزن، راح تمشي مسافة، راح تمل من هذا الشيء يعني حتى المعاك راح يتمللون من عندك، فلازم تاخذ بالحسبان هذا الشيء حبينا ناخذ شيء مور بروفشنال، يعني هم مورلس كاميرا، قريبة للDSLR، سنسر أكبر من السنسر اللي بالباورشوت، وهي الكومباكت كاميرا، هذا من فوجي، أصغر من الفلفريم بشوي، مع العدسة 23 ملم تعطيك تقريبا 35 ملم بالفلفريم، مورلس قلنا، عدسة ما تتبدل، تقنية فيها عالية جدا، في الأماكن المظلمة، تعطيك أيضا صور جميلة، إضاءتها رائعة، دقة الصورة سبق وتكلمت عنها بالفيديوهات السابقة، هذه الخيارات اللي قدامك كذا كنت حابب تصور في السفرات العائلية، أو الترفل فوتاغرافي، لما تكون سافر مع قروب مصورين، وحابب تصور بحرفية وشغل احترافي وبروفشنال، أنا أنصح بهذه الكاميرا، الDSLR إذا عندك قابلية أنه تحمل المعدات، وتحمل كل هذا الوزن، وأكثر من عدسة، فأنت لك الاختيار، هذه أسعارها تتفاوت، وأرخص من DSLR أشوفها، سعر الفوجي فيلم X100F، سعرها تقريبا بالماركت 1300 دولار، كانون الباورشوت، سعرها بحدود 650-700 دولار، هذا الشيء اللي أشوفها في منتناول اليد بالنسبة للأسعار، وأيضا التقنيات اللي فيها عالية جدا اليوم، أصبحت الجوالات أو الهواتف تصور بصور وتعطيك نتائج رائعة جدا، وفي مصورين كثير يستخدمون فقط الهواتف أو الهاتف في التصوير، خصوصا مصورين الشارع، فهذه الخيارات بالنسبة للأنسب الكاميرات أو أنسب كاميرا ممكن تستخدمها أثناء السفرات العائلية، أو السفر اللي يتخصص في التصوير فقط، هذا بالنسبة لليوم، حبا إبنه، لاتنسون، سبسكرايب، شير وليك، بيس، ترجمة نانسي قنقر